السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين احنا حكينا قبل هيك عن الجاليري ايديتور الجاليري ايديتور هذا عبارة عن محرر المعرض محرر المعرض الجديد اللي اليوم بيشتغل بالدكاء الصناعي القوي جدا اليوم كان مطلق باللغة الانجليزية للنسخ الصيني وكنا الناس لو عنا كان ينزل اليوم في عنا الاصدار العالمي اللي باللغة كمان العربية اتطلع منعيها لو اجينا على المعرض اللي موجود عندنا ونختار صورة من الصور حط لايك اذا ما حطيتش لايك يا باشا نختار مثلا هذه الصورة ولكن انه في هنا عنده صورة زي ما انت شايف واجيت على القلم واجينا هنا على انشاء وفي محو في عنا هنا طبعا لو جيت على محو وعملت ازالة على لملة الاشخاص مثلا انا اشيري الشخص هذا اتطلع هاي بدي اعمله مسح هاي مسح مسح كل الاشخاص عملنا مسح مسح كل الاشخاص اللي اعلمون يعني فيه اثار شايفيه الاثار البياض اللي هان نرجع تاني نيجع على مسح او محو ازالة الاشخاص وفي عنا هنا برو اضغط على البرو اجل لون تاني اجل لون تاني وازالة الاشخاص الان حدد الاشخاص باجي انا مسلا حددت هذا الشخص اقول لك بدي احددهم كلهم في الاول ها طلع معاي هاي كل الاشخاص هاي وتحديد تحديد الكل هيك وابدأ حدد الكل الان بدي يشيل اياهم ويعمل لي في الصورة اشوف ايه تبين اثار ولا لأ هل تعلم انه هيعمل لك ايها كانها صورة عادية طلع طلع كيف لوزي امعلم شايف كيف ولا كأنه في اشخاص كانوا اصلا موجودين مسلا لو جينا نرجع نشيل اي شخص من الاشخاص يعني لو بدي انا اشيل هذا الشخص لحاله باجي ويقول له ابدأ كان مكتوب هانا زمان في الانجليز ستارت هيشيله ومش هيبين ولا حاجة طلع الان تسعة وتسين شاله طلع مش اشي طيب شايفين هدا الطفل قاعد بيش بيطعم في الزرافة نيجي على القلم انشاء محو ازالت الاشخاص طبعا هانا مش برو هادي هيك النظام انا بدي امسحه مش برو شايفين في اطار طيب نرجع نقول له اه محو ازالت الاشخاص وناخد البرو وهي ازالت الاشخاص حدد الشخص هيبدأ شاله بدون اثار بالمرة ولا اي حاجة ضائل من اثاره ما ضلش غير الاكلة الخسة الصغيرة اللي بدي اديها لمين للزرافة دي عنا حاجة تلقائي هالي بتحسن التلقائي بتحسن الصورة لو واجينا على قص واجينا توسيع يعني الصورة هادي مسلا انا بدي ايها نظام تاني نظام زي هيك نظام مخصص بتنظم واحد في واحد نظام ستاش مسلا في تسعة هيعمل لك ايها نظام ستاش في تسعة ولا يختلف اي حاجة شايف كيف ليش عمل في الارض عمل لك الارض وعمل لك ورد وعمل لك سماء وامور تمام التمام لاحظة هنا في شغلة انت ممكن ما شوفت هاش الارجعة الثانية بس على على التوسعة وابدأ في شغلة الان هتظهر لك عند ابدأ طلاقش هيصير بعد ما اعمل الصورة يقول لك حاول مجددا يعني اذا ما عجبتك هاش بتحاول مجددا بيعمل لك يمكن يغير لك فيها وتعجبك يعني في عندك عدة محاولات مش محاولة واحدة يمكن اكتر من ما شايف هذي اختلفت هذي احلى كمان يعني في عندك محاولات ومحاولات عبين ما ترضيك هاي هذي وهي هذي يعني في واحدة في تنتين وكمان حاول مجددا هيحط لك اليوم صورة الان صورة تالتة وهي كمان صورة تالتة نشوف طريقة التنزيل طريقة التنزيل شوي يمكن في ناس تغلب فيها اوارجيك اياها الان تبع معاي وحط لايك وارجيك هيكون عندنا رابط في صندوق الوصف هنضغط عليه هيحاولنا على التليجرام هنزلها من التليجرام بتنزل معاي زيك بتيجي بحما تنزل تحديث محرر المعرض هيجيك بالعرب زي هيك مش قلاري ادوتر هيجيك لفحص الفيروسات وفحص التطبيقات المزيفة ومخاطر اخرى بعد ما يخلص بتعمل فتح طبعا مش هيفتح هنيجي ناخد صورة من الصور من المعرض وهي عنا المعرض وهي صورة نيجي هيك نضغط نيجي على اه انشاء نيجي عمحو ملاحظة هنا لسه في الشي ولا اشي لا برو ولا غيره في عندي هنا بيين سفر لان هيبلش يعد ينزل لي ايهم وكمان في عندك حاجة اسمها بوكي كمان ممكن تنزلها بس احنا الان خلينا بس على مسح هينزلها بعد ما ينزلها تطلع اشبدا تمام هينزلها وخلص بتيجي عمحو تاني هيبقول لك هنا برو محو برو اصبحت ميزات ارس تو برو الان اكتر قوة انقر فوق برو لاستخدامها بتيجي تعمل اكزيك وبتيجي على برو وبتيجي تقول له السماح وبتيجي تقول له اوافق وبتيجي تقول له تأكيد بلش يعمل تنزيل توسيع ارس تو المسح التاني اللي هو الذكاء الاصطنعي اي اي بلش الان ينزلها وبننتظر لما ننزلها ونرجع لك اكتمل التنزيل نيجي هنا على برو نقول له ازالت الاشخاص الان بلش يتعرف على الاشخاص بنظام البرو وبتيجي يا بتحدد الكل ازا فيه اكتر من شخص او بتنقر على الشخص نفسه وبتقول له ابدأ بيبلش يشتغل معك فيه يعني النظام بوكي هذا النظام البوكي انه انا بقدر اخلي الخلفية العب في الخلفية فببدي ينزل فيها ايضا والسماء ببدي ينزل فيها كل حاجة جديدة الان موجودة عندك نظام برو ببدي ينزل فيها بنظام الجديد هاي نظام البوكي هاي الاصلي هاي 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 تطلعها بتقدر كمان تخلي الاخر انعكاس دوار يعني في عندك اكتر من وظيفة بالنسبة للبوكي هذا موجود كمان ممكن تحدد المنطقة دائرة خطوط بتقدر تحددها وهذا كله موجود في التحديث هذا الجديد في حاجات كمان جديدة يعني هاي تقدر تشوفها مش هقدر حكيها في الفيديو لانه هطول الوقت نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا غالين